بالأمس القريب كان العالم يترقب خروج الدخان الأبيض من ألوقة محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى فالتصريحة المتفائلة من الجانبين كانت تشيب قرب لحظة الحسم لكن تباين وتناقض المواقف الأخيرة بين الطرفين يبدو أنه بدد هذه النظرة الإيجابية آخر التصريحة المتعلقة بهذا الملف ما كشف عنه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير بشكل جيد لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة عدم ربط مستقبل بلاده بنجاح أو انهيار المحادثات النووية وأشار إلى أن الولايات المتحدة نكثت بالعهد في الاتفاق النووي وأنها وصلت إلى طريق المسدودة كما اعتبر أن الوفد الإيراني المفاوض قاوم تسلط الطرف الآخر في إشارة لواشنطن وأنه سيستمر في ذلك تصريحات المرشد الإيراني تأتي رغم تشكيك الخارجية الإيرانية بإمكانية التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى واعتبار أن محادثات فيينا أصبحت في حالة موت سريري كما تأتي في ظل تأكيد أمريكي من أن الكرة الآن باتت في ملعب الجانب الإيراني للعودة للاتفاق النووي بين المواقف المتضاربة يرى مراقبون أن كل طرف بات ينظر من زاويته الخاصة إلى أجواء ما يدور في كواليس المحادثات الاتفاقية التي هي موجودة على الطاولة في فيينا الأمريكي يحاول التجنب للتوقيع عليها وعلى هذا الأساس نحن في إيران نرى أن الوضع في الغرب الأمريكي والأوروبي خاصة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعني انغلب وهم لا يعرفون ماذا يريدون المواقف المتباينة بين الجانبين الإيراني والأمريكي تأتي على وقع الخلاف بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية وهي مسألة تشدد عليها طهران وترفضها الولايات المتحدة وهو ما قد يعقد أجواء محادثات فيينا في التوصل إلى اتفاق قريب